السلام عليكم وحبا بكم في قناة حليمة انت جرماني اول حاجة صراحة كنتمنى انكم ديوا لايك ابوناي ومشاركة الى عجبكم في فيديو ديالي او محتوى اللي كنتقدم لكم اليوم انا هضرب لكم على كيف اشتعلمت اللغة الامانية غير منطار وشنه هما القنوات ولا في تابليكاسيون اللي استعملت باش قدرت اناني ناخد باينز من مرة اللولة من بعد ما عرفت القنوات وكتب اللي مزيانين اختاريت كتاب ضاف كومباكت نوي وطبعت غير زيز الأور ديال اعاينز باش ما يجينيش المالان ونقول هاد الكتاب كبير ما غداش نقدر نكمنه مثلا في واحد مدة معينة خديت اعاينز وقلت انا اعاينز انساليها في ثلاثات شهر وقذبت على القنوات اللي كي شرحوا مستوى ديال اعاينز اللي اول حاجة بديت مع شحاته صراحة شحاته كيهضاب المسرية ولكن انا تبعت معها انه كيشرح الحروف مزيان انه تقضي الحروف كنت شد من عنده مفاعدة بالسيف ثاني حاجة شفت خارد بوزان خارد بوزان هاد سيهة صراحة كيشرح مزيان القواعد اللي بغا يشد كراماتيك يتبع مع خارد بوزان عنده واحد سلسرة فيها واحد فيها تسعين فيديو او واحد تسعين فيديو كتضبط فيها قواعد كامل يعني هادوك هم القواعد اصلا لكيين يعني الكراماتيك اللي كيين دايلو حارد بوزان تفاهمي كامل زيان بالتخصير المومي بحكم انني كتكن خدم وكنقرأ في نفسي وقت كتكن حاول انني دائما نقرأ ثلاثة تسويع في نهار يعني مثلا مني كنكون خدمة السيمانة دي الصباح كنقرأ عشية ومني كنكون خدمة السيمانة دي العشية كنقرأ في الصباح ومني كنكون خدمة الليل كنقرأ ثلاثة تسويع في عشية يوميا ثلاثة تسويع ومني كنكون في خدمة ولا في الطريقة دي الخدمة ولا جيام الخدمة كنخدم لي بودكاست البودكاست اللي كتكن سمع كينين في اليوتيوب التويش بودكاست وذا تكتبوا بودكاست اوف تويش وكتبقوا تسمعوه في وقت فارغ ديالكم بدلا من انكم تسمعو العربية يعني السنع وخاما كتفهموش كيتطور اللغة ديالكم التانية هي سبوتيفي كتكن كتب كافي بلايك جرماني ولا بودكاست اوف تويش مثلا وكتبقوا تسمعونيهم في اوقات فارغ ديالكم لك انتم خياجينون شي حاجة وكنت نخدم حتى راديو كنت نسمعوه مرة 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 باش كيتطور اللغة ديالكم في نفس الوقت تستفيدوا كلمة جدا وحاجة اخرى انني كنت بيشارجي واحد الابليكاسيون سميتها دويتش لازنوند هرغن كنت نحاول انني في الاول نشتش قصة قصيرة منها ونخدمها في الاول نسمع السمح منشكت ماذا مكن عارف نقر ومن بعد نحاول انني نقرأ بحارها موحدة تشبو انني نترجم يعني مني كنت ترجم شي حاجة لكتعقل على الكلمات بدلا من انك تمشي تشد كلمات عشرة ولا شي حاجة وتكتبوهم ومن بعد تبقى وتحفظو فيهم بحاجة اجتماعية كنت تقرأوا وتسمعو وتترجمو وفي الاخير كي اعطاكم موحدة بعد اسئلة تجاوبونيهم وصراحة هادي اعطاكم النتيجة جميع القناوات وفيزا بليكاسيون يكن تكون لكم هنا غدا نخليهم لكم في صندوق الوصف وحتى الكتاب غدا نخليه لكم في صندوق الوصف غدا دخلوا التليجرام وغدا ندقوا الهرون ديالو ومن ثمات قدروا التريشة وحتى الكتاب عشرة ببيدي ايف ودمشيو الطبعو في مكتابة مكتابة غالي بان قد طبعو لكم بديك خمسين درهم بحاجة هذا الشيء باش حاو كنت تبعتو قلية ولكن طبعو غير ماشي كولو فهمتين يعني كولو غ شوية غاد يطع عليكم غالي كينحتى ديال عبدالرح تهو صراحة كتكن تبع معاه في الول كتكن تبع مع الناس كهدو غاببين مصرية ولا يعني باش نفهمهم ديال عبدالرح تهو كي يشرح الكراماتيك كي يشرح عندهم مفرادات كي يديرهم وكي يشرح البداية يعني كيفاش نطق الحروف وهاكا تهو شي واحد اللي كيشرح بزيانه بزاف كي تبعو معهم هاد جوج كي تبعو معهم بزاف وحتى شه هاته كي تبعو مع الناس مني تواصلوا مرحبا ديال عبدالرح تفاي أروا لخاتكم تبدو تكتبو شوية يعني تديروا شخايبا وتعطووا شي واحد يصحح ليكم ولا كين ليسيت تهوموني كي صح وصراحة أنا معافش ديسيت أنا غالبا كنت كنحط في واحد كروب تيا ياسين إكليبس وكانوا كي صح وليا الناس اللي في مستوى شوية طالع عني وكنت كنحاول أنني ندير شبخيش عني يعني نهضر مع الناس كين واحد أبليكاسيون صراحة اسميت هاللين كب واعلى أنا بعدها كتعجبني وما زال عندي الآن أبليكاسيون صراحة أبليكاسيون صراحة أبليك وانتما أصلا هدف ديالكم هو أنكم تعلموا اللغة الألمانية يعني وخا ما تفهميش أو شي حاجة مش موشكين يعني إنسان غاكي تعلم كتخذ أمار اللولة مرة تانية في شوية كي يقول لشبخيش عني بشوية مزيان تقدر يتجاوبي على هذك الأنطفورت اللي شوية كي يكونوا في الأول ساهلين مثلا قد مراتك فيك تسكني هاديش من كتيري في حياتك بحر حقا هذيش حاجة اللي منزيانة أنك تسخد لك يعني شي واحد إيراجة شي واحد بالصدفة وطع عليك تسؤالك تقدر عليك تجاوبه وتكون يعني جامع شوية كلمات وبدأ شبخيشن صراحة وخا تكون كتقرأ بثاف وهكا صراحة شبخيشن يعني رأي بقى يجيك ستريس من يسوي واحد يسوي لك في الأمانية تستخيصها يوري تستخيصها وفهمتها يعني داروني خاص إنسان يخضر لنا شبخيشن حتى هو حمتش مني كتتالي امتيحان وهكا تشير مع الدوز فيه في كتابي شحيبا في الليزن يعني القرائي وحتف شبخيشن يعني حيوى تكونوا جوجوا تقدروا الحيوى مع بعض إياجكم من بعد مني توصل المستوى باينز حاولوا أنكم تتبو معه بوش مت بنيامين هتسير كيهتر غابة ألمانية وكيهتر بعض المرات بإنجليش ولكن الصراحة أنا بعدها كتكن تتبع معاه كيشرح مزيان كان هذا هو البروغرام ديالي هو أنني نقع يوميا تتسويع وإنضباط التكرار هو أهم حاجة كنا أخذ باوز مثلا هالحد ولكن كنبقى نتفرج في شي حاجة مثلا بحر ايزة جرماني هذه القناة في يوتيوب اسمية ايزة جرماني أنا أخذ لكم رابط في صندوق الوصف دخلوا تفرجوا فيها لها مزيانة كان فيها النيفو ديالي ايزة جرماني ايزة جرماني ايزة جرماني ايزة جرماني يعني كان فيها فيديوهات حساب المستوى كيستافتوا من هالناس بستاف وكنت كنسمع بزاف يعني كنكون خارجة في الطريق دروري نخطم بشي بودكاست وكما نفهم حتي شي حاجة وكنحاول انني الهدار شوية مني وصلت المستوى ديالعطفاء يعني مقا جوج ديز انني نحاول انني نعبار وهدي شي حاجة اللي ينتيانة وكينين جوج ابليكاسيوني كتكنستعملهم على حساب الهرب يعني ابليكاسيون يقولوا اسمية فيربا هدي كتعلمك كيفاش كتتطرف افعال يعني فما ديو حادر ومستقبل وكينة ابليكاسيون اخرى اسمية ها دي داس ديا يعني كتعرف في ذاتكال ديالكلمة واش مؤنتها ولا غير مؤنتها مهم كل قاعد في ذات ابليكاسيون وليكاس هنخدم لكم في صندوق الوصف كنتمنى يكون اعجبكم الفيديو انا حاولت انني نتشاه لكم بالتفاصيل طريقة كيفاش تعلمت على اللغة والحاجة المهمة اللي خاصكم تعرفوه هي استمراري و الانضباط هي اهم حاجة باش انه كنت تبطوا اللغة مسيان في الاول غريديكم صعيبة بحكم اذوات تعريف ديالها شوية معاقلين ولكن مع المدة و رفعتها 3 شهر ان شاء الله غريديكم شوية شهرة سهلة اه كنتمنى ان وليعجبكم الفيديو كذلك اشتركوا الوصف اشتركوا الوصف اشتركوا الوصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة